ازايكم عاملين ايه يا رب دايما انتو كونوا بخير قصة النهاردة قصة غريبة جدا وهي قصة الراجل اللي اتحول الى حزاء يعني بالبلد دي كده راجل اتحول لجزمة ازاي الراجل او بناء ادم ده يتحول الى حزاء والقصة ديت على فكرة حقيقية مش خرفات يعني ولا كذب ولا الكلام ده كله ولا لها دعوة بالجن لكن قبل ما احكي لكم القصة بتاعت النهاردة ديت انا بطلب منكم طلب صغير ان تشتركوا في القناة واتفعوا له زر الجرس وتشاركوا الفيديو دوت لكل اصحابه وانا ه يعني ندم المدفون فلنبدأ تعالى بقى نحكي بقى مع بعض قصة الراجل زلانف الكبيرة اللي اتحول الى حزاء جورج باردو كان رئيس عصابة وقاطع الطريق وكان قاطع طرق وكتب عنه الصحف في امريكا اول مرة سنة 1889 بعد عملية سطو فشلة على قطار كان تابع لأحد الشركات فعملية سطو ديت اللي خلت جورج مطارد من الشرطة ومطلوب العدالة في منطقة قطعة اسمها ويمينج في امريكا وكان عمدة مقاطعة ويمينج اسمه روبرت ومعاه صديق والمحقق اللي كان اللص برضو بيحاولي الاطر بتاحه اسم المحقق ده اسمه هنري المهم روبرت وهنري خدوا على نفسهم عهد ان هم لازم يقبضوا على اللص جورج وتقديمه للمحاكم وفضلوا يلاحقوا ويطاردوا فيه لمدة شهور لحد ما عرفوا ان باردو وعصابته مستخبيين جوه الجبل اسمه اوليك في نفس المقاطعة اللي اسمها ويمينج لكن جورج كان لص زكي جدا كان عارف ان العمدة روبرت واستديقه جايين علشان يقبضوا عليه وعمل لهم فخ وفضل مستنيه ما هو وعصابته لحد موقع في الفي الفخ ده وضربهم بالنار وقتلهم كلهم ودفع لهم بسرعة وجروا هو وعصابته علشان يستخبوا في مكان تاني ومحدش يعرف مكانه فين ومعدش وقت كتير والشرطة لقيت جسد العمدة طول ومعاه زميله وعملوا مكافأة ميتها عشر تلاف دولار اللي يقدر يجيب راس لص جورج وبعد كده رفعوا المكافأة لعشرين الف دولار لكن رغم المكافأة الكبيرة دي محدش قدر يوصل لجورج وفضل حر طليق للسنوات وفضل يمارس اعمال السرق او النهب والسطل وهو وعصابته وجرائم تانية كتيرة محدش عارف عنها حاجة وهو كان لسه ذاكي جدا ودايما كان بيمارس جرائمه في الخفا وكان فيه السير وكان تحت جانحة الظلمة يعني بالليل لازم ادينا تكون ضلمة عشان يقدر يعمل الجرائم بتاعته لكن مهما تكون نسبة زكاء المجرم كبيرة جدا بصيروا في يوم لازم يقع وفي مثل بيقول مش كل مرة تسلم الجرة ممكن يكون المجرم مهما كان بدرجة زكاءه كبيرة يقدر يبعد ويقع ويتمسك بسبب خطأ تافه جدا وهو ما كانش واغد باله منه وده فعلا اللي حصل مع اللص جورج اللي انا بحكي لكم عليه وفي يوم كان جورجي راجع من عمليات صوته كبيرة وقرر يروح يحتفل ويسكر في خمارة من الخمرات هو المساعد بتاعه وشرب خمور كتيرة جدا لحد ما سكر وفقد الوعي وقعد وسط الخمارة وسط الناس يتباهى بالجرام اللي كان بيعملها ويقول وهو سكرون انا المجرم الخطير محدش قادر علي انا اللي قتلت العمدة ودفنته ومحدش قادر يعمل اي حاجة وعملين مكافة اللي قبض علي ياخد عشرين الف دولار ورح بطلع عم ينجيبه ورزمت فلوس قال لهم اهيه الى عشرين الف دولار اهو بتحكم اهو ده انا باشرب بيهم كسين وبصرفهم في ساعتين وين الناس في الخمارة بلغت على طول الشرطة وجات قبض عليها واخيرا اتمسك اللص الخطير جورجي وكان سبب السقوط في يد العدالة ازازت خبر وتمت محاكمته بسرعة جدا وتحكم عليه بالعدام شنك وقف الزنزانة بتاعته لحد يوم تنفيذ الحكم حاول يهرب وضرب السجان بمطوى لكن السجان ممتش وفضل يسرخ لحد لما زوجت السجان سمعت صوته وجتع على طول شايلة بندوية وهددته لو ما رجعش زنزانة تتضربه بالمطوى وفعلا سمعت كلامها ورجع للزنزانة بتاعته لكن محاولة هروبه من السجن اثرت غضب السكان والاهالي في المدينة وقالوا احنا مش هنستنى لما يهرب تاني وجمع نفسهم وحتحموا السجن اللي كان فيه وخرجوا بالقوة وطلعو من الزنزانة وسحلوه على الارض لحد ما وصل بيهم لميدان عام وشنقوا على عمود خشب من اعم ومن جرائم جورج لكن لحد هنا الكصة لسه مخلصتش ده كله كان تمهيد للفات وهو الجزء الاول منها بعد ما عدم جورج ملقوش اي حد ياخد الجزء بتاعه فقال له ندفنه او نرميه في اي دهية لكن فيه طبيب في البلد اسمه جون كان اسمه جون قال لهم انا الجزء بتاعت المجرم دي تلزمني وعايزها والغريب بقى ان الطبيب جون ده اصلا انه كان بيعمل دراساته ابحاث على المجرمين وكان ليه نظرية مشهورة في الوقت دوت ان المجرمين جمجمهم وادماغتهم مختلفة في وسيولوجيا وتشرحيا عند دماغة الناس العادية وفيها علامات تدراسية غير عادية غريبة جدا المهم الدكتور ده عجيب قوي يعني وغريبة النظرية بتاعته كمان المهم الدكتور ده او الطبيب ده اخد الجثة بتاعته وفتح الجمجمه بمنشار وطلع منها المخ بتاع اللصة دوت علشان يعمل عليها الدراسات والاحاث بتاعه وكان معاه المساعدة بتاعته اسمها ليلان هيلتز وكان عمرها وقتها خمستاشر سنة المهم طبعا نشروا الحتة اللي في الدماغ من فوق يعني الحتة اللي في الدماغ دي ك من فوقنا شراب منشار. ويه? اللي هي الكباية او الطائية بتاعت الدماغ. وخلعوها. وطلع الجزء دوت ونشروا وبعد كده الجزء اللي فوق دوت عملوا زي الطبق المهم. عمل ايه بقى? قد الجزء العلوي اللي هو المقطوع دوت من الجمجومة للمساعدة بتاعتها هدية يعني. وكانت الليلان هي اول طبيبة في ولاية مقاطعة اويمينج الامريكية. وكانت الليلان كانت بتستخدم الجزء العلوي المقطوع ده من الجمجومة بطريقة محدش يصدقها خالص. ومرة تعملها طفات سجير. ومرة تعملها زهرية او فوزة. ومرة تعملها مسند للباب عشان خاطر تسند بالباب. ومرة تعملها مقلمة. انتم متخيلين الدكتور والمساعدة بتاعته دول هي مجانين اه والله مجانين. تعالوا بقى نشوف الدكتور عمل ايه في باقي الجسة دي. سلخ الجلد بتاعها. وخد وش الجسة وحنطه. وعمل منه قناع كان زمان في الاوقات دية. كان في عادة مشهورة جدا عند الناس. لما حد يموت بيقوموا. بيجيبوا راس مصنوع من الجبس. على شكل الراس المتوفي. واسلوخه جلد الوش بتاعه. بتاع المتوفي. وفاروة الراس بتاعته. ويركبوها على الراس الجبس ديت. على اساس يعني انها تبقى ذكرى من ريحة المرحوم. وده بالزبط اللي عمله الطبيب اوزبرد. مع جسد اللص جورج. مش كده كمان. ده سلخ بقية الجلد بتاع جسمه. وراح لورشة بتاع التصناع حزية. وطلب منهم ان هم يصنعه له حزاء من جلد اللص دوت بروت. وفعلا صنعه له الحزاء اللي هو عايزه. اللي فضل من الجلد بتاعه. عمل منه اشانطة علشان يحط فيها هدوات الطبية بتاعه. مش عارف الدكتور الغريب دوت. بالل هو بيعمله دا ايه او دماغه دا ايه. وكان الطبيب بيمشي في الشوارع وفي المناسبات وهو بيفتخر بالحزاء بتاعه. اللي صنعه من جلد المجرب. لدرجة انه راح بيق حفلة تنصيب حكمه على ولاية وينج. ودخل الحفلة هو لابس الحزاء وخلى الحضرين في الحفلة يحتفلوا معاه بالحزاء المصنوع من الجلد البشري. اما بقى بقيت الجثة والاشلاق اللص في الطبيب حطاه ببرميل وغطى البرميل دوت بالمال. يعني كأن بقى الاجزاء بيخليها. مش عارف انا الدكتور المجنون دا. وبعد سنين طويلة مات الطبيب دوت والناس نسيت قصة المجرم. وبرضو نسيت قصة الحزاء المصنوع من الجلد. وبعد ما مات الطبيب اتباع المنزل وتحول لبنك وطني في المدينة. وفي يوم من الايام كان في عمال في البنك بيعملوا تصلحات. فنزلوا البدرون يعني البدرون تحت. وبيحفروا علشان يعملوا عمل الصيانة. هم بيحفروا لقوا برميل خشب لهم يفتحوه لقوا جواه هيكل عزمي وجنجمة بتاعتها مفتح من فوق. ولقوا احزاء جلد موجود جوا البرميل. طبعا العمال من البدرون مرعوبين وبيصوتهم. وجات الشرطة علشان تحقق في الموضوع. ولما فضلوا يسألوا يحققوا في الموضوع هنا الناس الكبيرة اللي كانت عايشة في الولاية افتكرت قصة اللص جورج. وافتكرت الطبيب اوزبر اللي حاول الجسط اللص ديت الى حزاء. علشان يلبسها ويتباهى بيها قصة الناس. واتصلت الشرطة بالطبيبة ايلان اللي كانت شغالة مساعدة عند الدكتور اوزبر. وكان وقتها هي كبرت وبقت في التمانينيات من عمرها. واكدت للشرطة ان الجسة اللي لقواها في ديها هي جسة المجرم جورجي. وان الحزاء اللي مع الجسة ده هو حزاء الطبيب اللي صنعوا من جل المجرم. وطلعت طبعا المساعدة للشرطة الجزء العلو المفقود من الجمجمة اللي كان مدهولها هدية للدكتور. وكانت عاملها تفاية سجار. وفعلا الشرطة طبقت الجزء ده مع الجمجمة لقواه فعلا متطابق جدا. لكن بعد ما الشرطة لقت جسة اللص ديت ما سبتهاش طبعا تركض في سلام. وتم توزيع محتويات البرميل اللي كان فيها جسة اللص على عدة متاحف علشان تتعرض على الجمهور. ما شفتش بصراحة نهاية حدي كده بالشكل ده في حياته. بس يعني مع نهاية القصة ديت يعني انا حاب اسأل شوية اسئلة بسيطة. ويا ريت انا انا محتاج فعلا ان انتو ترد علي. وهستنى الردكم في التعليقات. هو فعلا اللص دوت كان يستحق. اللي جراله دوت حتى بعد موته. والطبيب اللي عمل فيه كده دوت. يعتبره مش هو كمان مجرم. وما يقلش عنه في الجرام خالص. ده بالعكس ده هتقاتلوا وحولوا كمان لجزم. وان المفروض ان الجرام الماء يتدفن. والقعدة دي بتسرع على كل من قدمين. اللي عمل حاجة كويسة واللي عمل وحشة. انا ما استنيكم انتو تردوا علي وتقولولي قراءكم في كومنتات. وانا هاني نادي من مدفون. واشكركم على المشاهدة. وخلي بالك من نفسك لحد ما نيجي في فيديو جديد. وسلام.